أنا النهاردة هقولك أبرز الملفات المطروحة في النادي الأهلي بخصوص فريق الكرة هخليك تشعر وكأنك قاعد جوا قطاع كرة القدم في النادي الأهلي كيف يفكرون؟ ما هي الخطوات القادمة؟ هيتعادوا مع مين؟ هيتجددوا مع مين؟ مين لها يمشي؟ الحكاية إيه من أولها لآخرها؟ اسمع الحكاية يلا بينا النادي الأهلي في الوقت الحالي بيسعى لتمديد وتجديد عقود بعض لعبي الذين تنتهي تعقودتهم في نهاية الموسم الجاري أو الموسم المقبل وذلك من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال السنوات المقبلة واللاعبون هم أولا محمد الشناوي حارس الفريق يعد من أهم اللاعبين الذين يريد النادي التجديد التعاقد معهم للحفاظ عليه من العروض التي تصل إليه في الفترة الأخيرة حيث يسعى النادي الأهلي لربطه بعقد ينتهي في صيف الفين ستة وعشرين وده لغلق ملف العروض على أن تكون كيمة عقده تصاعدية بحيث يحصل على عشرين مليون جنيه في الموسم المقبل وفي الموسم الأخير اتنين وعشرين مليون جنيه هذا إلى جانب حملة إعلانية كبيرة تبدأ من العام المقبل ده محمد الشناوي علي معلول ظهير أيصر الأهلي يريد النادي تمديد عقده المستمر حتى نهاية الموسم المقبل لمدة موسم آخر ليستمر مع النادي حتى الفين ستة وعشرين عام مع محمد الشناوي وزيلك بناء على طلب من مارس الكولر الذي يريد الحفاظ على معلول بجانب وجود كريم الدبيس محمد عبد المنى النادي الأهلي عايز يمدد له عقده لموسمين أو ثلاثة رغم أنه يتوقف عقده الموسم الجاري والموسم المقبل مع وضعه في الفئة الأولى إلا أن اللاعب اشترط للتمديد أن يوافق النادي على أي عرض أوروبي يصل إليه خصوصا أنه أكد لخالد بيب ومدير الكرة في جلسة بينهما امتلاكه عرضا أوروبيا كبيرا سيصل إليه بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية أخبرت لكم أنه تحديد النادي من الدوري الإيطالي في وسط جدول الدوري الإيطالي مهتم به محمد عبد المنى ده أبرز العروض ولكن اللاعب نفسه مستني كأس الأمم الأفريقية لعله عسى يجي عرض أفضل يجي عرض أحسن والنادي الأهلي يوافق عليه بشهولة فهو قال لهم موافق أمد التعاقد بس يتوفقوا لي لو جالي عرض أوروبي كبير في يناير لعب آخر وهو اللاعب الكبير عمر السلية لعب وسط الفريق ودي تعتبر مفاجأة مفاجأة كبيرة أنه الكلام كله كان أن عمر السلية يرحل عن الأهلي في الموسم الأخير أو الموسم ده وأنه يا إما يروح الخليج يا إما يعتزل ولكن في اقتراح تتبنى لجنة التخطيط في النادي الأهلي إيه الاقتراح؟ الاقتراح هو تمديد عقد عمر السلية اللي بينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة موسمين ومرس الكرة لمدير الفني للفريق رحب بالفكرة تقديرا لتاريخ السلية مع الفريق لكنه أكد للجنة أن اللاعب لن يشارك كثيرا خصوصا أن ترتيب لعب الوسط بالنسبة له هم كالتالي أليو دينجي إمام عشور في الصدارة وبعدهما مروان عطية وأحمد نبيل كوكا إلى جانب رغبته في إشراك أكرم توفيق الفترة القادمة في وسط الملعب وليس في مركز الزهير الأيمن اللاعب الآخر هو محمد هاني زهير أيمن الأهلي يتبقى في عقده الموسم الجاري والموسم المقبل والأهلي يدرس التمديد له موسمين على أن يتم رفعه من الموسم المقبل إلا الفئة الأولى باعتباره أصبح لعبا دوليا ومن أهم لعبي الفريق في الفترة الحالية ومحمد هاني تأخر كثيرا كونه أن محمد هاني لسه ما دخلش الفئة الأولى في النادي الأهلي حتى هذه اللحظة هو اللي تأخر كثيرا تقلق محمد هاني بشكل لافت جدا كان من الموسم الماضي وكان يتقلق على فترات مع النادي الأهلي لكن السبات اللي في المستوى ده حصل من الموسم الماضي ومستمر الموسم الحالي نشوف لعب آخر أليو دانجي لعب الوسط المالي رغم طبق في عقده الموسم الحالي والموسم المقبل يرود النادي الأهلي التمديد له لمدة موسمين وأنا بأكد لجنة الأهلي عايز يمدل لألي دانجي بس ما عندهش مانع أنه يبيع ألي دانجي لو جاله عرض كويس فيه ناخد اللي بعد اللاعبين الشباب لجنة التخطيط أيضا لديها رغبة في تعديل وتمديد عقود بعض اللاعبين الشباب أمثال أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس بحيث تتناسب عقودهما مع عقود الفريق الأول من الناحية المالية خصوصا وأن عقودهم ما زالت سارية لفترة موسمين وثلاثة والاثنين مواهب عظيمة جدا تحديدا أحمد نبيل كوكا التعاقدات الجديدة رغم تعاقد اسمع دي بقى عشان دي مفاجأة كمان رغم تعاقد النادي الأهلي مع الثلاثة ريدا سليم وإمام عشور ومودست في المركات الصيفي إلا أن مارس الكولر يريد التعاقد مع أربع لاعبين آخرين في يناير الأربع عمين بقى واحد في مركز الزهير الأيسر واحد مهاجم ولاعب جناح اللي هو غالبا هيبقى عمر كمال عبدالواحد بجانب قلب دفاع وتم ترشيح أكثر من اسم من بينهم كلوشا مدافع أمبي واسمع أخرى طبعا يعني منهم أسامة جلال